بسم الله الرحمن الرحيم اليوم سنبدأ بالوحدة العشرين والدرس الاول تمثيل البيانات واحد سنشرح اليوم ما معنى تمثيل البيانات سنشرح بطريقة عملية بالمثال رقم واحد في احدى الدراسات سئلت مجموعة من طلاب الصف الرابع عن اللعبة الرياضية المفضلة لديهم فكانت النتائج بالاول جمعنا البيانات فسألنا كل طالب الرياضة المفضلة لدي كرة القدم كرة السلة كرة القدم كرة السلة الجاري كرة القدم كرة السلة كرة القدم كرة القدم اخذنا اراء مجموعة من الطلاب كانت هاي اراءهم الخطوة الاولى اللي عملناها هي اسمها جمع البيانات جمعنا رأي كل طالب وكتبنا الخطوة رقم اثنين ثانيا تنظيم البيانات في جدول رح فرجيكم بطريقة عملية هلأ كيف رح ننظم البيانات في جدول رح نعمل جدول فيه الرياضة المفضلة اللي تكرروا معناه لهم كرة القدم والسلة والجري اللي اختاروهم اكتر ايش الطلاب اشارات العد وهي كل رياضة كم يتكرر معنا ورح افرجيكم هلأ والعدد الكلي لكل رياضة مفضلة رح نحصيها بالاخير اولا كان رأي اول طالب سوري كرة القدم بنحط اكس عليها او بنشطب شما نرجع نكررها وبنحط اشارة تكرار هاي اسم اشارة التكرار خدتوها بصف الثالث طيب الاش الثاني كرة السلة رح اشطب هيك عشان ما ارجع يكررها أحط لها اشارة واحدة تكرار كرة القدم برجع بكرره صار حنة طينين كرة قدم كرة السلة اللي بعد اختار كرة السلة صار حنة طين الطالب اللي بعد اختار الجري بعدين الطالب اللي بعده اختار كرة القدم صار هنا ثلاثة كرة قدم كرة السلم كرة القدم كله بنعرف ان واحد تنين ثلاثة اربعة بعدين خمسة هي نشطبها بنسكر اللي بعده اختار كمان كرة القدم فرح نسكر هيك صارو خمسة اخدتوها بصف ثالث طيب هلأ بدنا نشوف كل رياضة مفضلة كم تكررت عنا بمجموعة هذوي الطلاب اللي سألناهم كرة القدم خمس طلاب صوتوا على انه الرياضة المفضلة لديهم هي كرة القدم كرة السلة ثلاثة من هذوي المجموعة اختاروا كرة السلة واحد فقط اختار الجري اذا اول خطوة عملنا دراسة وسألنا مجموعة من الطلاب حكينا هم اعطونا رأيكم بالرياضة المفضلة لكل حدا منكم هاي اسمها الخطوة الاولى اسمها جمع البيانات انا عم بجمع اراءهم الخطوة الثانية اني بانضم هاي البيانات اللي انا جمعتها في جدول وهيك بصر عندي اوضح هيك صار عندي واضح انه كرة القدم اكتر رياضة مفضلة لهاي المجموعة كرة السلة الرقم 2 الجري هي اخر رياضة مفضلة لهاي المجموعة طيب الخطوة الثالثة هي تمثيل البيانات بالاعمدة البيانية اني اعمل خط افقي هيك هذا بالرسم البياني خط افقي وخط عامودي دائما بالخط الافقي نكتب الرياضة المفضلة اي شي انا ممكن هون اعمله بصوت عليه بخليهم يجمعوا بيانات عنه الاكلة المفضلة الرياضة المفضلة المكان المفضل رح حط هون اللي طول عمي كرة القدم كرة السلة الجري ورح اعمل قاعدة كل رياضة مفضلة رح اعمل قاعدة عمود عشان بعدين امد العمود حسب التكرار حسب اعداد التكرار كرة السلة عملت لها قاعدة قاعدة عمود والجري عملت له قاعدة عمود لاني بدي امثل بالاعمدة البيانية رح نمثل بالاعمدة البيانية كرة القدم عندنا خلص اوكي هلا حكينا اتفان انه بهذا الخط الافقي رح نعمل الرياضة المفضلة الخط العمود رح نعمل العدد رح نكتب العدد كن طلع معنى العدد او التكرارات واحد تلاتة خمسة فرح ابلش هون عنا صفر ابلش واحد تنين تلاتة اربعة خمسة ووصلة خمسة اكتر اشي خمسة فممكن اكمل لستة سبعة او خلص لعند الخمسة طيب هلا ببلش كرة القدم كم عدد كان عدد الطلاب اللي صوتوا ان الرياضة المفضلة دايما كرة قدم خمسة اذا بروح عند الخمسة وبمد العمود لعند الخمسة بس دي اثبت المصدرة عند عمود كرة القدم طيب عشان ما يطلع معنا اعود وحاول اتحكم وين الخمسة؟ لهون سوري لان انا بس رح ارسمها اطلع مع اعود اوكي هاد عمود كرة القدم هلا بدي ارسم عمود كرة السلة طبعا انت رح تستخدم المصدرة زي ما عملت باول اشي كرة السلة كانت تكرار ثلاث فبروح لعند الثلاث وبمد خط كرة السلة طبعا بمصدرة بس لان انا اسهل علي بدون مصدرة هلا عشان تصوير الموبايل هاي صرت عمود كرة السلة الجري عندي واحد فبلش هيك او بمصدرتي هيك بعمل بظني ممشي بشوف انه لهون لعند الواحد بعدين بعملهم بمصدرة اطلع العمود اذا انا رسمت عمود كرة القدم لخمسة لانه تكرر عندي خمس مرات او اختاروا خمس طلاب وكرة السلة للثلاث والجري لا واحد بهذا الاشي مثلنا بهاي الخطوة مثلنا البيانات اللي جمعناها من الطلاب بالاعمدة هاي اسمها اعمدة بيانية هلا ممكن استخدم خطوط بيانية شو يعني او شو الفئر بين الاعمدة البيانية وخطوط البيانية الخطوط البيانية هي احدى الطرق تمثيل البيانات نفس الاعمدة البيانية هي تشبه الاعمدة البيانية لكنها خطوط هلا راح ترجيكم بدل ما اعمل عمود راح اعمل خط انا فقط طيب الرياضة نفس التمثيل اللي مثلنا بالاعمدة راح نمثل هون بخطوط بيانية راح نكتب الاعداد بالاول تكرارات هون عندنا اتفانة صفر نبلش واحد نين اهمش اوصل لخمسة اذا بدك تكتب بعدين لبعد انت حر بس اهمش اوصل لخمسة كرة القدم طبعا انت بتستخدم المصدرة كرة القدم راح نمدها لكاملة خمسة بس راح امد الخط اللي انا عامله خمسة خمسة كرة السلة نتلات والجري لا واحد فقط هيك صارت فينا خطوط بيانية طبعا انت بس ترسم راح ترسم باستخدام المصدرة انا هلا اصعب علي اصور واستخدم المصدرة طيب مين الرياضة المفضلة هون كرة القدم بعدين كل السلة بعدين نجري اخر شو طبعا تمثيل بالاعمدة او خطوط البيانية هو نفس الاشي بس هون اعمدة وهون خطوط فقط درسنا اليوم بحكي لنا لازم بنهاية الدرس نعرف نفسر بيانات ممثلة بخطوط بيانية وهلا اصف تعشيني خطوط بيانية ونمثل بخطوط بيانية زي ما اعملت هون لما مثلت بخطوط بيانية تمام اوكي احنا انتقل للمثال المثال ما اعطينا منظم ان اصلا هو مبلش من خطوة تانية جامع بيانات وبعدين منظم في جدول تمثيل البيانات في جدول جامع انه شايف مجموعة او عدد من الاشخاص كل حدا شو لوني عيني الازرق تكرر عنا اربع مرات يعني اربع اشخاص العسلي ثمان اشخاص البني خمسة عشر شخص الاخضر خمس اشخاص بعدين رايحوا ممثلهم اعملنا خطو الافقي زي ما اتفقنا هون لون العينين خطو الافقي والخط العمودي العدد ومبلش من الصفة للستاش كونه انا طلع عندي اكبر رقم خمستاش مبلش نسأل الازرق بعمل لكل نوع من البيانات مكان خط الازرق عملت له خط العسلي عملت له خط البني عملت له خط الاخضر عملت له خط بعدين بلش قاعد امد هوم سوري حسب العدد الازرق كم عدد التكرار اربعة فوين الاربعة بمد باستخدام المصطرة الازرق لعند الاربعة العسلي ثمانية بمد باستخدام المصطرة العسل اللي عنده الثمانية البني لعند الخمسطاش لانو اتكرر معنا خمسطاشر شخص فلعند الخمسطاش الاخضر لعند الخمسة فبمده لعند الخمسة بعدين بنلاحظ انه مين اكثر تكرارا هم الاشخاص نشوف ذوي العيون العسلية او البنية البنية سوري ذوي العيون البنية هم الاكثر تكرارا لانو متكرر معنا خمسطاشر مرة اذا يزيج العدد للاشخاص ذوي العيون العسلية على عدد الاشخاص ذوي العيون الزرقاء بنحو اربعة كيف عرفنا بحكي له العسلية بتزيد عن الزرقاء باربع اشخاص خلينا نشوف العسلية كم تمانية والعيون الزرقاء كم اربعة اذا العسل يزيد بتكرر اكثر باربع مرات زيادة عن الازرق لان الازرق اربعة وهذا ثمانية فقط طيب ننتقي لتمثيل البيانات بكتاب التمارين تحدي واحد رح يسألنا هون هون اصلا عامل التمثيل البياني باستخدام خطوط بيانية وبدو يسألنا يعني مطلوب مننا نفسر بيانات ممثلة بخطوط بيانية وان اردي هو عامل الخطوط البيانية احنا مطلوب مننا نفسر نفسر يعني نجواب على هاي الاسئلة الجدول الاتي يمثل الالوان المفضلة ده مجموعة من الاشخاص سألوا مجموعة من الاشخاص عن اللون المفضل لديك الاخضر اختار 16 شخص دي ما احنا شايفين الابيض فضلو 14 شخص الاحمر 10 اشخاص الاسود ناشر شخص الازرق 8 اشخاص وسألنا اسئلة هون كم شخص يفضل اللون الاحمر بنروح عند اللون الاحمر بنشوف كم شخص اختار الاحمر 10 فبنكتب عن 10 10 اشخاص وهكذا هيك بنكون فسرنا بيانات ممثلة بخطوط بيانية تحدي 2 انتكم واجب وتحدي 3 واجب ويعطيكم الاخر اشتركوا في القناة